لم يسهم إعلان الحكومة في بغداد هزيمة تنظيم الدولة بتحسين الأوضاع الأمنية في العديد من المحافظات ومنها محافظة ديالا الميليشيات التي اختبأت وراء دريئة الحرب على الإرهاب لتبرر انتهاكاتها لا تزال تسرح وتمرح تعتقل وتخفي وترهب سكان المحافظة دون أي رادع حكومي ويقول النائب عن المحافظة رعد الدهلك إن الوضع الأمني ينذر بالانفجار من جراء تسلوط الميليشيات على رقاب المدنيين في وقت لا تزال الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء ضدها وتولي المنف الأمني وصولا لفشلها بجمع السلاح المنفرط في المحافظة معيشيا ليس الوضع الاقتصادي في المحافظة أحسن من الأمني حيث يأكد الأهالي امتعاضهم وسخطهم على أوضاعهم الحياتية في ظل سيطرة الميليشيات أيضا على معبر مندلي مع إيران واتخاذه بوابة لتهريب السلاح والمخدرات بينما كان عصب الحياة الاقتصادية للأهالي تكمن أهمية ديالا في وقوعها إلى الشرق من العاصمة بغداد لتكون منطقة محاذية لإيران وواقعة على الخط الذي تروم طهران تأمينه عبر ديالا ومناطق في سوريا وصولا لشواطئ البحر المتوسط هذه الأهمية لديالا هي ذاتها التي يدفع أهلها لأجلها ثمنا باهظا في حرمانهم من العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها منذ عام 2014 عقب سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة والمعارك التي تلتها لاستعادة المدينة وما تبعها من عملية تطهير طائفي لديالا بغية تغيير الطبيعة الديمغرافية وتحويلها لحزام أمني يحمي طهران فضلا عن عمليات إحراق الأراضي الزراعية التي شهدتها المحافظة في العام الحالي كل هذه الأسباب وأكثر حولت الحياة في ديالا إلى أشبه لسجن كبير وتتجه من سيء إلى أسوأ حتى صارت المدينة تفتقد أهلها وترثي ماضيها حيث كانت عامرة بهم قبل أن تأتي الميليشيات وتسرق حاضرها وربما مستقبلها تحت أنظار الحكومات المتعاقبة في بغداد